بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت أن أتوقف مع هذه الآية العظيمة التي فيها دعاء الشدائد عندما تتعرض لموقف صعب 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 جدا هناك أدعية خاصة هذا الدعاء الحقيقة يعينك على الصبر يعينك على مواجهة المصاعب التي قد الإنسان لا يتحمل هناك ناس تنتحر لم يتحمل ضغط الحياة عليه هناك إنسان يمرض يصاب بالسرطان بسبب الضغوط النفسية آخر دراسة علمية أيها الأحبة أحب أن تأخذوا لمحة عنها أن مرض السرطان وهو أساسا شذوذ في تكاثر الخلايا في نظام عمل الخلايا يحدث هذا ما يسمى بالسرطان أعاذنا الله وإياكم منهم هذا المرض من شأه نفسي من شأه الضغط نفسي يعني عندما عرضوا بعض الكائنات في المخبر إلى ضغط نفسي كبير جدا أصيبت بالسرطان فتبين للعلماء أن الضغط النفسي أيضا خطير على الجسد أفضل طريقة لمواجهة هذا الضغط ما هي الصبر الصبر أيها الأحبة والإنسان قد يحتاج إلى كمية كبيرة من الصبر حتى يستطيع أن يواجه كل هذه المصاعب الآن عصر التكنولوجيا الرقمية هذا الذي نعيشه اليوم في قصة جالوت وجنوده قال تعالى وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوْتَ جَالُوْتَ وَجُنُودِهِ انظروا هنا الدعاء قالوا هذا الموقف طبعا هذه الآية وردت في سورة البقرة والحقيقة من أشد وأعنى في المواقف التي يمكن أن يتعرض لها المؤمنون لذلك هذا الدعاء مهم في حالة الشدائد والمصاعب التي استعصت استعصى حلها عليك عندما واجه هؤلاء القلة المؤمنون تواجهوا مع جيش جبار مجهز مدجج بكل أنواع الأسلحة ولديه عدد هائل من الجنود وهؤلاء قلة ماذا دعوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا سبحان الله انظروا التعبير لم يقولوا صبرنا أفرغ وكأن الصبر عبارة عن غيمة مثلا تفرغ حمولتها ما فيها من الماء تفرغه عليك أفرغ يعني أعطينا أو أو سخر لنا أكبر كمية من الصبر أفرغ علينا صبرا رقم واحد وثبت أقدامنا فلا نميل أو نتراجع أو نكتئب أو يعني نصاب بأمراض أو كذا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين مع الآلم أيها الأحبة أن هذه الآية قيلت في موقف حرب ولكن نحن الآن في حرب مع الظروف والضغوط النفسية التي تحيط بنا الحياة هي معركة أيها الأحبة على فكرة الحياة هي معركة معركة مع الشهوات شهوات النفس معركة مع المغريات التي تتعرض لها معركة مع أن تترك ما حرم الله من ربا والزنا وفاحشة والنظر إلى النساء وأكل أموال الناس وإيذاء الناس الحياة معركة لذلك هذا الدعاء أيها الأحبة أنا الحقيقة أدعو به وأتذكره دائما عندما يعني أتعرض لموقف صعب جدا ولا أجد حلا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وبخاصة أنت عندما تريد أن تواجه مثلا إنسان مفتر ظالم لا يخاف الله إنسان يريد أن يأخذ مالك أن يظلمك لا يريد أن يصبر عليك فهنا الإنسان أيها الأحبة يتعرض لضغط نفسي شديد جدا فهذه الأدعية تهدئ هذه النفس وبالتالي هذا الدعاء أنا أحب أن أدعو به حتى في حالة الرخاء يعني ليس من الضروري أن تتذكر الله فقط في الشدة لا تذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة أذكر الله في حالة الرخاء حالة الفرح حالة السرور حالة الأمان حالة النعم العظيمة من حولك أذكر الله وادعو بهذا الدعاء أيضا لكي ينجيك الله من الشدائد عندما تتعرض لموقف صعب إذن أيها الأحبة هذه الآية اقرأوها رجاء واحفظوا منها هذا الدعاء ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا